ايه زيكم كل ست بيت شطرة بتدور على طرق وسائل انها توفر لأسرتها في نفس الوقت تعيشهم عيشة نطيفة تقدم لهم كل احتياجاتهم وفوق احتياجاتهم كمان عشان تبقى العيشة فيها رفاهية وفخ فخ النهاردة حناقش معاكم عشرين طريقة مختلفة ممكن نعيش ولادنا واسرتنا عيشة حلوة قوي 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 ونوفر انا سميت الفيديو عشرين طريقة علشان تتشطري وتوفري تابعونا الطريقة الاولانية واهم حاجة هقولها لكم في الفيديو ده كله هو الجرد الدوري للبيت كل شركة كل مؤسسة بيبقى فيها مخازن بيبقى فيها مخزون سواء من المواد الخاملة اللي بتستخدمها او من المنتجات او من الادوات المكتبية من الورق من المكان من الواتفر اللي موجود في الشركة ايه وبيوتنا زيها زي الشركات برضو فيها مخازن دوليب المطبخ الدوليب بتاعتنا الدوليب اللي في الحمام المكتبات المكتبات اللي في البيت كل دي حاجات بنستخدمها عشان نخزن فيها احتياجاتنا طيب ايه بقى اللي بيحصل اللي بيحصل ان احنا بنشتري حاجات ونحطها في الدوليب دي ويعدي الايام يوم ويوم شهر والتاني وننسى ان الحاجات دي موجودة عندنا ونروح نشتريها تاني فيبقى كده ما وفرناش ولا حاجة الحاجة التانية ان احنا لما نعمل هذا الجرد الدوري لبيتنا والحاجات اللي موجودة فيه حنفكر في طرق مبتكرة ان احنا نستخدم الحاجات اللي عندنا فبالتالي نبقى برضو وفرنا يبقى اول خطوة هو هي الجرد الدوري لمحتويات البيت للحاجات اللي موجودة عندنا الطريقة التانية هي اعادة الاستخدام ودي احنا شاطرين قوي فيها حتى لدرجة ان فيه نوكات وتريقة على الموضوع ده وعلى الانترنت شاب من الشباب عامل الميم كده على الفيسبوك انا بفتح التلاجة الاقي علبة جبنة محظوظ فيها اكل علبة سمنة محظوظ فيها حاجة تانية وهكذا في حاجات ممكن اعادة الاستخدام تبقى بطريقة شيك ولطيفة لو علب ما فيهاش كتابة مثلا تبقى سادة حلوة وتحط عليها تيكت صغير او يتكتب عليها بالقلم زي القلم في لو مستر اللي مش بيروح هو ايه اللي جوه البرتمانات الازاز انا يعني بستخدم البرتمانات الازاز لانا لما بعمل شربة او بعمل اي حاجة بستخدمها فيها احيانا مثلا تجيني تورود لحاجات وبيبقى مثلا الباكس شكله جميل وحلو فاخد الباكس الجميل شكله شيك وحلو دوة واحط فيه حاجات برضو اعادة الاستخدام بس طبعا يعني بشياكة بلطافة ما تبقاش الحاجات كده شكلها يعني مش حلو وفيه طرق كتير قوي موجودة على الانترنت ان لو جالك باكس صندوق ازاي تبطنيه برابينج بيبر زي ورق جلاد بشكل لطيف ويبقى معمول بشكل لطيف ممكن تحط مثلا في الدرج للشاربات للملابس الداخلية لكذا 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 المهم ان فيه طرق مبتكرة كتيرة قوي ممكن بيها نعيد استخدام الحاجات اللي عندنا من ضمن برضو موضوع اعادة الاستخدام انا مثلا في الملابس بحب اشتري سيبرتز يعني الطقم مكون من قطعتين او من ثلاثة ده بيخليني استخدم كل قطعة لوحدها وابني عليها طقم جديد او القطعتين مع بعض او الثلاث قطع مع بعض وهكذا المهم ان احنا نفكر شوية في طرق مبتكرة ان احنا نعيد استخدام الحاجات اللي قردي عندنا ليه يا صديقة عزيزة من الصديقات بعثت لي صورة فستان لبنتها وشكله حلو جدا 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 بقول لها الله حلو قوي والنقشة بتاعته لطيفة قالت لي مش حتصدقي ان الفستان ده اصلا كيس مخدة احلى حاجة الشايب النعناع لسه صغير الطريقة التالتة اللي ممكن بيها ان احنا نتشطر ونوفر هي ان احنا نخلي نخصص مكان واحد لكل شيء يعني مثلا مثلا معجون السنان يبقى في مكان واحد بس في البيت بيتحط في كل معجون السنان اللي عندنا ما يبقاش فيه شوية في المطبخ ما يبقاش فيه شوية تحت الحود ده وشوية تحت الحود ده لما يبقى في مكان واحد نبقى عارفين احنا عندنا قد ايه من هذا الشيء فما نتسرعش ونروح نشتريه تاني وهو الرادي موجود عندنا او ان احنا نتوخ وننسى لانا عندي هنا وهنا وهنا انا فاكرة المكان ده لكن مش فاكرة الاماكن التانية فبالتالي انسى انه موجود اصلا في حتة تانية كل حاجة بقى في حياتنا او في بيتنا اقصد نخصص لها مكان واحد فقط في المكان ده يتحط كل حاجة من هذا الشيء وبالتالي نبقى عارفين ايه اللي موجود عندنا ده بقى يدخلني في النقطة الرابعة هي ان انا قبل ما اتسرع واروح اشتري حاجة اتأكد انها موجودة عندي او موجود حاجة ممكن استخدمها بديل ديها هتلاقينا بنشتري احتياجاتنا اليومية كتير قوي 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 ممكن مثلا نشتري كيس مكارونا وانا قريدي عندي في الكابرد بتاعي كيس مكارونا مزنوق داخل في حتة كده قبل مكتب هذا الشيء في قايمة المشتريات بتاعتي اتأكد ان هو موجود عندي ولا مش موجود فيه منه ولا مفيش منه احيانا مثلا الحجارة بتاعت اي حاجة في البيت تخلص ونقول ابني يلا روحت لنا حجارة تانية لا يا ماما انا حاسس ان احنا عندنا قبل مخصص اماكن محددة لكل شيء يعني الحجارة كلها محتوطة في حتة واحدة الشامبوهات كلها محتوطة في حتة واحدة وهكذا كانت العملية تايها جدا لكن دلوقت عشان انا عارفة المكان دوا ما روح اتأكد اذا كان عندي ولا لا لو مش عندي ساعتها اشتري لكن لو عندي خلاص يبقى وفرت سواء وقت الاوكازيون ده اوكازيون حقيقي ولا مش حقيقي انا معرفش فيه ناس بتقول ان الاوكازيونات دي كلها ضحك على الدقون هم بيغلوا سعر الحاجة وينزلوها للسعر الاصلي بتاعها فيه محلات فعلا فعلا بتعمل اوكازيونات حقيقية فيه ناس ما عندهمش امانة ما عندهمش ضمير فبتبقى الاوكازيونات مش حقيقية انا معرفش ولكن دايما دايما ما بشتريش غير وقت الاوكازيون ووقت الحاجة فعلا بحس ان هي رخصة المحل او الشركة اللي منزلة هذا الشيء في وقت الاوكازيون مش خسرانة على فكرة عمر ما فيه بياع بيبيع بخسارة الا قليلا وفي ظروف معينة ولكن القاعدة الاعام هو ان كل الشركات بتبقى كسبانة بس بدل ما هيكسب 100% هيكسب 80% هيكسب 50% وهكذا انا بحس براحة نفسية لما اشتري اللي انا عايزاه في الاوكازيون ولو انتو بتشتروا اونلاين حاجات ممكن تتأكدوا من سعر الحاجات اونلاين وتشوفوا لو فيه حاجة معينة عجباكم وعايزين تشتروها وده يخليني اتكلم مثلا على ان انا ما بحبش اشتري الحاجة اللي هي ليها موضة خصوصا في الملابس في الهدوء انا ما بجريش ورا الموضة لان الموضة بتتغير من سنة لسنة لكن الستايل والشياكة ما بيتغيروش عشان كده بحب لما اشتري اشتري حاجة بيسموها تايملس يعني عمر ما مضتها هتبطن عمر ما همش هعرف ألبسها السنة اللي بعدها واشوف في الوقت اللي سعرها ينزل واروح اشتريها فيه النقطة الستة بقى وهي نقطة مهمة جدا لدرجة ان انا بفكر ان انا اعمل لها فيديو مخصوص لوحدها هو تقليل الهدر لو بصينا في حياتنا حنلاقي ان احنا بنهضر حاجات كتير قوي 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 اولا في الاكل اكل بيبوز في التلاجة اكل بنتبخه وما بيتكلش في يوميها وممكن نرميه حاجات مثلا بنشتريها وبعد كده نحس انها مش عجبانة وما نلبسهاش كهربا مثلا مفتوحة عمال على بصال حاجات كتير قوي مية بتدلق في الحوض وما بستفدش منها ايه تاني حاجات مثلا باشتريها للولاد وارجع اشتريها تاني او حاجات اشتريها وما استخدمهاش لغاية اما مدة الصلاحية بتاعتها تروح او هي نفسها تبوز وارميها كل دي حاجات بتساهم في الهدر وبالتالي كده ما بنوفرش انا ان شاء الله هعمل فيديو مخصوص على ازاي نتحكم في الهدر في الاكل بالذات انا مش عارفة طبعا يعني انتو تربيته في بيت شكله ايه بس انا لاحظت ان كان في حاجات كتير قوي بتترمى في بيتنا وانا في صراحة يعني كان بيصعب علي عشان كده لما بقيت انا بقى في موضع المسئولية حطيت في اعتباري قوي 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 موضوع الهدر في الاكل بالذات ولو تفتكروا كان فيه فيديو انا عملته على حاجة علمت هاني جدتي وهي اختصرتها في كلمة اكثر من رائعة صوني النعمة صونك فمن اللي انا صغيرة عندي احساس كده في موضوع الاكل ده فان شاء الله هعمله فيديو فالنقطة هنا هو النقطة الستة في الطرق اللي احنا نتشطر ونوفر في بيوتنا هي ان احنا نقلل الهدر والاحسن طبعا ان احنا نمنعه اصلا الاستراتيجية السابع من استراتيجيات التوفير هو ان احنا ندخل باختيارنا في فترات تقشف يعني ايه هتلاقي الدول حتى الدول الغنية بيجي عليها اوقات يقولك احنا في فترة تقشف او تلاقي المدن مدينة مثلا تقول احنا عندنا عجز معين في الميزانية او فيه تكاليف معينة مش عارفين نغطيها فهندخل في فترة تقشف فترة التقشف دي مش حاجة وحشة ولازم نعملها في بيوتنا من فترة لفترة ونشرك فيها اولادنا عشان ما يحسوش بيه ده ده بابا وماما بخلة ايه ده احنا هما بيعملوا فينا كده ليه فترات التقشف دي بتكون مخططين لها وممهدين لها وبنقول احنا مثلا في الفترة دي مش حناكل من بره خالص احنا في الفترة دي مش حنشتري اي هدوم خالص احنا في الفترة دي مش حنعمل كذا 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 بنحدد من الاول ايه الحاجات اللي حنستغنى عنها عشان نعدي فترة التقشف دي ثامن استراتيجية ومن اهم الحاجات اللي هقولها لكم هو التخطيط المالي تخطيط ميزانية الاسرة انا عملت حلقة من حلقات كوفي بريك من حنان عواد على راديو كنداوي عن التخطيط تخطيط ميزانية الاسرة وزمان كانوا بيعلموا البنات في المدارس الثانوي على فكرة مش في مصر بس في مصر وفي امريكا وفي اوروبا وفي دول العالم كان فيه هذا التوجه لتعليم البنات فن ادارة البيت دلوقتي مش موجود يعني تعليم مضروف في كل حتة ولكن كان فيه باب مهم جدا بيعلموا للبنات هو ميزانية الاسرة ازاي تعمل ميزانية للاسرة الميزانية كده جاية من نيزان ببساطة جدا عندي دخل وعندي مصروفات لو الدخل اكتر من المصروفات يبقى انا كده وفرت لو الدخل اقل من المصروفات يبقى انا كده في مشكلة لما نبتدي بان احنا نمسك ورقة وقلم ونكتب كل المصروفات السبتة اللي علينا لان المصروفات فيها نوعين من المصروفات لقاكت ودي تلاتة مصروفات سبتة مصروفات متغيرة ومصروفات طارقة المصروفات السبتة دي الحاجات اللي انا عارفة اني كل شهر هدفع ايجار الشقة كل شهر هدفع ايجار الشقة كل شهر هدفع است العربية كل شهر هدفع فطورة الكهرباء وهكذا المصروفات المتغيرة زي الاكل الشهر ده صرفت سبعمية الشهر اللي بعده صرفت الف دخل علينا رمضان صرفنا اكتر وهكذا المصروفات الطارقة ودي برضو لها نوعين يا ما متخطط لها يا ما مش متخطط لها اللي متخطط لها زي المواسم موسم المدارس انا مش كل شهر هدفع قصة المدرسة بس انا عارفة في وقت معين هيجي قصة المدرسة وتي انا بسميها المواسم وهتكلم عنها في نقطة تانية الخلاصة هنا ان صديقك الورقة والقلم طلعي ورقة والقلم واكتبي اكتبي اللي انت بتصرفيه اكتبي احتياجات بيتك اكتبي اللي انت عايزاه وشو في الدخل الدخل ده ممكن تكوني فعلا عارفة جوزك بياخد قد ايه اذا ما كنتيش عارفة ومش عايز يقولك مش مشكلة مصروف البيت شكله قد ايه عشان تروحي تقوليله انا عايزة منك مبلغ كذا عشان اقدر امشي البيت النقطة التاسعة بقى وهي التخطيط للمواسم انا خليتها نقطة لوحدها عشان اتكلم فيها باستفادة نسمع عن الخناءات قبل موسم الكحك ابو سيلاقي فيه نكت على الفيسبوك والانستجرام على الست اللي دربت جوزها او جوزها دربها عشان فلوس الكحك طب ما احنا عارفين اصلا احنا عارفين معاد رمضان ومعاد الاعياد واخواتنا المسيحيين عارفين مواعيد اعيادهم وعارفين موسم دخول المدارس وعارفين موسم الاجازات دي كلها شبه حاجات روتينية بنعملها سنة ورا سنة يعني مش مش فجأة كده صحينا لقينا فيه العيد ايه ده اوبس تعالوا يلا عشان محتاجين كحك العيد ان احنا الفكرة هنا ان احنا وانحنا بنخطط ميزانيتنا نجنب مبالغ معينة عشان المواسم دي عشان لما تيجي المواسم دية والاوقات دية فيه قصة للمدرسة هيتدفع فيه مثلا قصة استلام شقة هيتدفع فيه اعياد ميلاد وعايزين نحتفل باعياد ميلاد وولادنا لما نمسك الورع والقلم ونحط على النتيجة التواريخ دي واقول انا كل شهر ان شاء الله عشرة جنيه هحط عشرة جنيه على جنب عشان عايزة ابقى جيب هدية لبنتي مثلا في عيد ميلادها او احنا عندنا قصة كبيرة لازم ندفعه هناخد الخمسمية جنيه دي على جنب عشان ايه لما ييجي معادة القصة ده يبقى معانا فلوس محوشينها وهكذا يبقى من ضمن النقطة دي من ضمن النقطة اللي فاتت وهي التخطيط ميزانية الاسرة هو ان احنا ندخل التخطيط للمواسم اللي احنا قردي عارفين مواعدها وتبقى موجودة وعملين حسابها فبالتالي لما ييجي الموسم ده موسم المدارس موسم كذا موسم كذا ما نفاجأش ويبتدوا الناس يتخنقوا مع بعض ويدربوا بعض ويجتموا بعض وتبقى حالتهم حالة استراتيجية العشر هي ايام بدون شيء معين بمعنى ايه يعني مثلا فيه ترند كده في العالم الغربي ميتلس موندي كل يوم موندي او الاثنين اثر معينة بتختار انها متكلش لحمة ويأكلوا مثلا حاجات نباتية بس هم بيعملوها لأسباب متعددة احيانا بيبقى توفير للفلوس احيانا بيبقى عشان الصحة عشان ياكلوا خضار اكتر او تمهيدا انهم عايزين يبقوا فيجيتاريا او نباتيا فالفكرة هنا ايه ايه اللي انا تعلمته من الميتلس موندي ان انا اجي في اوقات معينة وحدد ان انا هستغنى عن شيء معين مؤقتا سواء عشان اوفر فلوس او عشان اشوف من جوايا هستغنى عنه ولا لا الاستراتيجية الحداشر في التوفير هو ان احنا نستخدم كميات صغيرة والاستراتيجية دي جزء من الاستراتيجية اللي انا قلتها قبل كده وهي تقليل الحدر هل تتخيلوا مثلا ان احنا كل اللي احنا محتاجينه من معجون السنان عشان نغسل السناننا كويس قوي 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 حتى قد حبيت البسلة ده من دكتور السنان بيقول في الاعلانات بتاعت السنان بتلاقي الشخص ماسك عن بوبة المعجون وشت وبيحط حتى بتاعت اثنين سنتي على الفورشة دكتور بيقول لي احنا كل اللي احنا محتاجينه حتى قد البسلة لما بنيجي نغسل شعرنا ونملك فينا كل ومليان شامبو الغسلة الاولانية دي كلها شعرنا مش مستفيد منها ولكن لو خدنا حبة صغيرين وغسلنا وشطفنا وحبة صغيرين تاني وغسلنا وشطفنا وحبة صغيرين تالت وغسلنا وشطفنا هناخد كميات اقل وهنغسل شعرنا كويس ده بقى داخل في كل حاجة اي حاجة بنستخدمها في صابون الموعين في مسحوق الغسيل في كل الحاجات دي نشوف الكمية الموصوفة الصح وهي دي بس اللي نستخدمها الاستراتيجية الاثناشر هي ان احنا كلما امكن نشتري احتياجاتنا بالجملة انا ما بحبش اشتري الحاجات اللي هي الاكل اللي بتخسر بسهولة وبسرعة بالجملة لكن في حاجات تانية ممكن تتشرب بالجملة زي ورق التوالات مثلا زي الشامبو زي المعجون زي حاجات معينة اللي هي ما بتبصش وفترة الصلاحية بتاعتها طويلة هي دي اللي ممكن نشتريها بالجملة ولما نشتريها بالجملة ونقد نستحليها ونقد نستحليكها بفترة طويلة كأننا بنحتفظ بيها على سعرها اللي احنا اشتريناها بيه في الاول فمهما غلية بعد كده احنا مش معرضين لهذا الفرق في السعر طبعا مش كل حاجة نقدر نشتريها بالجملة انا فاكرة اول مرة نزلت اشتريت اكل بالجملة خدتني صادقتي وصادقتي كان عندها في البيت اتنين ديب فريزر وراحت واشترت اكل وخضار ومالت الاتنين ديب فريزر بتاعها انا ما عنديش ده وما بحبش ده فللأسف انا فاكرة في المرة دي يعني رميت اكل كتير قوي وده زعلني جدا 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 ان انا بكره رمي الاكل فكلما امكن نشتري بالجملة الاستراتيجية التلاتاشر برضو خاصة بالاكل وهي ان احنا نحدد مسبقا هناكل برا او هناكل من برا امتى وفي انه مناسبات وهناكل من برا ولا لا اصلا لان فيه اثر مثلا بيحبوش الاكل من برا فيه اثر بتحب الاكل من برا كنوع من التجمع والاحتفال نحاول نفكر لو عايزين نخرج مع صاحبنا نروح فين نعود فين كل الفلوس اللي بنصرفها على اي حاجة تؤكل او تشرب من برا ازاي نوفر فيها مثلا هل أخلي الأكل من بر أو أن نحن نروح ناكل بر مرة واحدة في الأسبوع وأن نحن نحط لها بجت معينة لأن نحن بقى بنعمل تخطيط مالي بقى وبنعمل تخطيط للميزانية فنشوف إيه المبلغ أقصى مبلغ ممكن ندفعه في البند ده الاستراتيجية رقم 14 هي أن نحن نقلل كمية الأكل اللي بنغرفه في الأطباء أو كمية المأكلات أو الأطعمة اللي احنا بنغرفها بشكل عام بمعنى إيه كيس الشفسي بدل ما ناخد كيس الشفسي كبير وناخده في أدينا ونقعد قدام التلفزيون ونخلصه وطبعا ده فيه ضرر كبير قوي على صحتنا ناخد بول صغيرة ناخد طبق صغير ونحط فيه شوية ونأكل بالراحة هم دول الشوية اللي هاخدهم مثلا لو احنا بنجيب لبوس داني مثلا مرة في الأسبوع بدل ما ناخد 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 كل واحد ياخد حبة صغيرين على قده لما نيجي نغرف في الطبق احنا بنغرف كميات كبيرة قوي في الأطباق بتاعتنا وده بيخلينا ناكل أكتر وكمان بيخلينا نطبخ أكتر وفيه أكل ممكن يترمي ويعني خسارة من جميع الجهات خسارة في صحتنا وخسارة في فلوسنا وطبعا عدم إرضاء لربنا سبحانه وتعالى اللي ما يرضاش ان احنا نعمل كده في نعمته فنحاول نقلل الحاجات اللي احنا بنغرفها ولو حد غرف في طبقه وعايز تاني بعد ما خلص اللي في الطبق بتاعه يغرف تاني لكن ما نملاش الطبق على عينه وبالتالي يتبقى أكل وما نبقاش عارفين نتصرف فيه إزاي نيجي بقى للاستراتيجية رقم 15 ودي هتفيد قوي 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 اللي عندهم أطفال صغيرين أنا لاحظت أن الأطفال الصغيرين بيستهلكوا هدومهم وجزامهم بشكل أسرع من الكبار بيكبروا على الهدوم بشكل أسرع بيبهدلوا الهدوم أكتر أنا ما بحبش أجيب مقاس أكبر من مقاس ولادي ما بحبش الهدوم مبهدلة على الطفل ما بحبش الهدوم مهرجلة على الطفل يبقى جايب مثلا شورت كبير قاموا عشان يكفيه السنة دي والسنة اللي بعدها أنا فاكرة ابني في المدرسة بتاعته بنشتري لهم زي الرياضي شورت وتي شيرت عليه اسم المدرسة المدرس بيقول لابني خد ده ده كان مقاس أكبر منه عشان يكفيك السنة دي والسنة اللي بعدها ليه أنا ما بحبش ده وأنا مش عايزة ده أنا عايزائي يجيب على قد السنة ويستهلكه تماما خلال السنة ويبقى اللبس شيك وجميل ومظبوط عليه كمان ما بحبش أن أنا أجيب مركات غالية قوي 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 لما كانوا صغيرين كنت بجيب لهم لبس جميل وشيك وحلو لكن مش اللي هو الطاب طاب 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 اللي هو الغالي دلوقتي حرام قوي يعني ألاقي مثلا أم جايبة شراب كولون اللي بنتها بمئات الجنيهات نعم أدفع مئات الجنيهات في شراب كولون من أول طلعة حيتقطع فمهما كان غالي مش غالي حيتقطع التي شيرت يبقى تي شيرت وبراند ومركة وشيك وحلو يروح يخرج به ويوقع عليه حاجات وييجي وتبقع يبقى إيه فايدته المقصود هنا هو أن احنا ما نستثمرش فلوس كتير قوي في ملابس الأطفال لغاية سن معين اللي هو سن الصغيرين لغاية تقريبا سن خمس سنين بعدها بقى ممكن شوية لو هما ما بيوسخوش هدومهم قوي لو هما ما بيبهدلوش هدومهم قوي ساعتها ممكن نستثمر في أن احنا نجيب لهم برندات حلوة ونجيب لهم حاجات كويسة وحاجات تستحمل وحاجات ممكن تعيش معاهم شوية صعب قوي في ملابس الأطفال أنها تعيش من موسم لموسم عشان كده أنا بحس أن الاستثمار فيها ممكن يكون مضيعة للفلوس لكن لما يجبروا لسن معين ساعتها الموضوع يفرق بيبقى التعامل مع ملابسهم بالزبط زي التعامل مع ملابس الكبار الاستراتيجية الستاشر هي أن احنا نحافظ على الأجهزة المنزلية والحاجات بتاعتنا أنا بعتبر المشتروات دي مشتروات استثمارية أن احنا بنستثمر في بيوتنا بنستثمر في أن احنا نجيب حاجة كويسة لبيتنا طيب ليه ما نحافظش على الحاجات بتاعتنا ما تبقيش ست بيت شطرة لو ما حافظتيش على الأجهزة الكهربائية بتاعتك ونظفتيها بعد كل استخدام وحافظتي عليها أن ما فيش مية دخلت مثلا في الكهرباء بتاعتها ما تبهدلتش صينتيها أنا يعني بزعل قوي 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 لما بتبوز مني حاجة وبعد أفكر أن كان ممكن أعمل إيه عشان ده ما يحصلش قريب جدا من الحاجات اللي دايما استحركتها الفترة اللي فاتت اللي هو الاستيمر اللي بنضف به الأرض واكتشفت أن المية اللي بنحطها في الريزرفوار بتاعه هي اللي بتسد الأنابيب من جوه وبالتالي يعني بيبوز فغيرنا واحد والتاني فبالتالي بقي ده أفكر إيه اللي ممكن أعمله عشان أعمل نفس الوظيفة دي والمهمة دي في تنظيف بيتي من غير ما أجيب حاجة بوز أو أن أنا مثلا أدور على إيه أحسن مركة وأسأل وأقرأ أونلاين أشوف إيه الناس قالت إيه على الموديل ده أو على المركة دي فمهم جدا جدا أن إحنا نحافظ على بيوتنا ونحافظ على الحاجات اللي موجودة في بيوتنا مش عيب مش غلط ولا هوبخل ولا حاجة ده بالعكس ده زكاء وشاطر رقم 17 هو إن إحنا نستخدم الكاش على قد ما نقدر قد الفيزا أكتر من الفيزا للأسف استخدام الكريدت كارد سهل جدا جدا ومربوط على ويب سايتس وممكن نشتري بيها وعدم تعاملنا بالكاش للأسف شال مننا حيث إن إحنا نحس بالفلوس أنا واحدة من الناس بقالي مدة طويلة جدا جدا ما تعاملتش بالفلوس الكاش لأن المجتمع خلاص داخل في سكة إن إحنا نبقى كاش لس سوسايتي إن إحنا ما نستخدمش الفلوس الكاش لكن لسه في العالم العربي لسه بنستخدم الفلوس الكاش ونعرف قد إيه جدتي قبل ما كانت تنزل تروح السوق كانت بتبقى مثلا واخدى المصروف من جدي وتحسب وتقول أنا هروح السوق وهدفع مبلغ معين وكان عارفين المنديل بتاع الزمان اللي هي الستات كانوا بيشغلوها بالكنفا كانت تاخد المنديل وتحط فيه الهدوم سوري وتحط فيه الفلوس اللي هتصرفها في النزلة دي للسوق هو ده اللي أنا هشتري به مش هجيب بأكتر من كده مش هعمل بأكتر من كده ولو رجعت ومعي فلوس ده يبقى أحسن الاستراتيجية الثمانتاشر هي إننا نمنع الأكلات الغير صحية أو الأكل الغير صحي الجنك فود غير إن هو بيؤذينا دايما عادة سعره ده بيبقى رايح يعني رايح كده في الأرض آه ممكن الشيبس يبقى طعمه لذيذ وحلو لكن كل مواد حفظة بيدرنا بيتعبنا بيتخننا بيعمل ضغط على الكبد والكلة بتاعتنا لو استبدلنا الأكلات الأكل الغير صحي ده والسناكس الغير صحية دي بحاجات صحية ممكن نجيب حاجات أرخص نجيب خضار أكتر نجيب حاجات أحسن آه وده حيكون أفيد لينا صحيا وأفيد كمان لجيوب استراتيجية رقم 19 هو إن إحنا نقلل من منتجات الاستخدام الواحد يعني مثلا الحاجات اللي بنستخدمها آه في الحفلات زي الاطباق البلاستيك والكبيات البلاستيك والحاجات دي أو مثلا اللي هي فوط المطبخ اللي عامل زي الفوط الورق آه أي حاجة بنستخدمها مرة وحدة ونرميها ده برضو هادر ما نجيبهاش إلا للضرورة القصوى للإحتياج الأقصى ولكن نستبدلها بحاجات ممكن يعاد استخدامها أنا مثلا بجيب آه مايكروفايبر آه 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 للمطبخ آه آه المايكروفايبر دي ممكن تتغسل أكتر من مرة وتستخدم أكتر من مرة وبتنظف أحسن من الفوط الورق اللي بتتريني الاستراتيجية رقم عشرين وآخر حاجة حقولها لكم في الفيديو ده آه بس يا مجرم هو إن إحنا نفكر برا الصندوق نفكر في طرق مبتكرة نتعلم الجديد كل ما نسمع من حد فكرة جديدة نحاول نطبقها وندور وندعبس على الإنترنت إيه اللي ممكن أستخدمه إيه الحاجة اللي ممكن أعملها آه هل ممكن آآ 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 أعيد صياغتها بشكل تاني أعيد صناعتها بشكل تاني ممكن أستخدمها في حاجة تانية آآ آآ دايما كده فكروا في الحاجات الجديدة اللي ممكن ممكن توفر لنا آآ فلوس كتير عشان نبقى ستات بيت شاطرين وموفرين ومع ذلك ما ناخدش أي حاجة من سعادة أسرنا طويلت عليكم الفيديو وفي شخص هنا قاعد عمالي يبصلي هاهاهاها اشوفكو المرة الجايجة